سبحان الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة في هذه الحلقة بإذن الله سوف أعمل على توضيح طريقة كيفية حل مسائل تتعلق بالمناسخات المناسخة معناها أن شخص ما يتوفى وقبل قسم تركته يتوفى وارث أو أكثر بمعنى أن شخص يتوفى قبل قسم التركة بالورطة يتوفى وارثة وارثة كذلك يخلف ورثة له مثلا فسأعطيكم اليوم إن شاء الله كيفية حل هذه المسائل سنأخذ مثال أولي سيكون سهل جدا طبعا سنختار زوجة الشخص عفوا أن توفي وترك زوج طبعا هنا توفيت الزوجة لدينا ابن ابن كذلك وبنت يعني نقوم بإخراج الفريضة الأولى بطريقة جد عادية الزوج لديه الربوع الأبناء والعصبة أصل مسألة من أربعة ربعها واحد بقيت ثلاثة منكسرة على خمس وارثة ما بين ثلثة ما بين ثلاثة أسهم وخمسة وارثة كين التباين يمكن أن أخذ خمسة نضربها في أصل المسألة عفوا خمسة فربعة عشرين خمسة فواحد خمسة ثلاثة فخمسة خمسة إذن ستة ستة ثلاثة الآن توفي الزوج الزوج هو من توفيه عند إخراج هذه نضع حرف التاء أمام المتوفى ثم نقوم بإخراج الفريضة الثانية لا حسب الورثة الذين تركهم في مثالنا هذا ترك طبعا الإبن ترك إبن هم نفس الورثة السابقين وترك بنت ما نقوم هنا نخرج الفريضة الثانية بطريقة عادية يعني هؤلاء عصبة مع بعضهم البعض أصل المسألة من خمسة يعني جوج جوج أربعة واحد خمسة سهمان للإبن تذلك للإبن الثالي وسهم واحد للبنت الآن سنقوم بإخراج أو نبحث عن الجامعة المشاركة الجامعة المشاركة تكون ما بين الفريضة الأولى والفريضة الثانية للوصول إلى الجامعة المشاركة نحاول أن نقارن ما بين عدد الأسهم الورثة التي توفى في المرحلة الثانية نرى الأسهم التي حصل عليها في الفريضة الأولى وهنا خمسة وبينما صحت منه فريضته عندما توفى وهي خمسة ما بين الخمس والخمس لدينا نظره بطبيعة الحرقية بجوجة الأنظر بالتوافق والتباين مفهوم؟ في التباين كان نزلو هذه هنا وهذه هنا ولكن في التوافق كان نزلو وفق هذه وفق الثانية كان نزلو هنا في الحالة هنا الخمس والخمس بينهم توافق بالأخماس إذن الخمسة خمسة هو واحد نضعه هنا والخمسة خمسة خمسة هو واحد نضرب الفريضة الأولى فيما فوقها الفريضة الأولى فيما فوقها والحاصل هو الجميع المشاركة 20 في واحد إياه 20 أكيد كما نضرب نرى الوارثة كما نرى الوارثة كما نضرب فيما فوقها وما عندهم في الفريضة الثانية نرى فيما فوق ونجمع علوم الأسهم للحاصل ونزلوهم هنا بمعنى جوش واحد ستة وجوش واحد واحد جوش ستة هم ثمين الوارثة الثانية لديها نفس الأسهم البنت لديها ثلاثة 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 واحد هي واحد ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة 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 هذا هو الحل نعطيكم مثل آخر لنفترض أن زوجته فيها وترك زوجة ثم ترك أم وترك على سبيل المثال لنختار وارثة لدينا مثلا الأخت لأب أخت لأب أخت نقوم بإخراج الفريضة بطريقة عادية الأفو الزوجة تحضouched أحدها الربع لسؤولitched generated by a mac الأم كان ض probingها الثلث لسؤولéra وعتم المتعدد من الأم الأختي لل Liavida كان ض probingها النصف لسؤولского وعدم توجد إخوة لا تفتح الت应 llama الأم صاحبت إلى الكبرى الثلاث Based on cuout فس Krankenki شئ sadece مسألة 12 ربعها ثلاثة 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 أربعة نصفها ستة ستة واربعة عشرة تلتاشة إذن هناك عاول في هذه الفاردة نقوم بثلتاشة ثلاثة أربعة ستة إذن الأمر عادي جدا الآن توفيت أخت لأب على سبيل المثال أخت لأب هي من توفيت وتركت زوجا ابن وبنت كذلك إذن سنقوم بإخراج الفاردة بطريقة عادية جدا وهو كالتال قلنا دائما ما نضع حرف التأمام من توفية الزوج كان طيبه الربع والابن البنت عصب مع بعضه أصل المسألة الثانية هو الربع ربعها واحد من الزوج بقية ثلاثة اثنان واحد الآن نضينا الرغبة في الحصول على ما يسمى بالجامعة المشتركة ما بين الفاردة الأولى والفاردة الثانية قلنا في المثال السابق أننا نقارن دائما بينما بين عدد الأسهم للوارد في الفاردة الأولى وبينما صحت منه مسألته بنظري فقط التوافق والتبايل في الحالة هنا عندنا ستة هو أربعة كيتوافق بالنصف إذا نأخذ نصف ستة وهو تلاتة كنوضعها فوق الفاردة الثانية ونصف الأربعة وهو اثنان ونضعه فوق الفاردة الأولى ونضرب ما فوق الفاردة الأولى وهو الجامعة المشاركة تلتاش فجوش عفوا لهي ستة وعشرين نعم الأمر الثاني المهم هو أننا نضرب ما بيد الوارد في الفاردة الأولى فيما فوقها وفي الفاردة الثانية فيما فوقها والحاسن هو ما نضعه تحت عامل الجامعة المشاركة إذا الزوجة ورثت فقط في الفاردة الأولى مع الناس الثانية إذا ثلاثة فجوش ستة الأم كذلك أربعة فثلاثة فجوش عفوا ثمانية وكذلك هؤلاء ورثوا فقط في الفاردة الثانية إذا الزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة واثنان في ثلاثة 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 واحد في ثلاثة 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 لدينا مثلا نكتب عليكم إن شاء الله في التسكريبسيون لدينا زوجة ابن بنت نخرجها بطريقة عادية وتوفيت لنا البنت وتركت زوجة وبنت طبعا وذلك الزوجة الأولى والابن الأول يتحول الأسماء الثانية لكي نطول شيء لكم في الفيديو سأكتبكم مجموعة من الأمثلة في الفترة